حدثنا حسن يعني الأشياب وأبو النضر قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أبو النضر في حديثه حدثنا زهير حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل الحنفي قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرهت من مزينة فبيعناه وإن قميصه لمطلق قال فبيعناه ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم ثم قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قال حسن يعني أباس في شتاء قط ولا حر إلا مطلقي إزاره ما ليزرانه أبدا أثنى روح حدثنا قرة بن خالد قال سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن أدخل يدي في جربانه وإنه لا يدعو لي فما منعه أن ألمسه أن دعالي قال فوجدت على نغد كتفه مثل الصلعة حدثنا هو معاوية بن قرة فهو منتتمة حديث قرة لا أنه صحابي آخر نغ縮 نغل 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 ó